طيب هناك أمور كما أفهم منك أستاذ عمد يجب مراجعتها من قبل المقاومة الفلسطينية شوف تاريخيا من الطبيعة أن يكون هناك أخطاء يعني بالنهاية هم ليسوا منزليين هم بشر لكن هناك إشكالية بأن الاتفاق على المشروع الوطني هناك غياب واضح لمنفهم المشروع الوطني الفلسطيني تجاه القضية الفلسطينية حتى على صعيد التخطيط ماذا نريد هل نبقى في إطار الدفاع هل المقاومة الفلسطينية هي مقاومة دفاعية أم هي مقاومة هجومية متى يتم تفعيل أدوات المقاومة الفلسطينية المقاومة غير محصورة فقط على الجانب العسكري هناك المقاومة الشعبية تفعيلها أدواتها الاتفاق حولها جميع هذه القضايا كان يفترض أن تخرج بين الفصال الفلسطيني في مشروع وطني واضح لكي تقوم بتصديره على صعيد كافة الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر